لما انصرف يقول الطبري انصرف عمر عن صلاته بعدما اهتم بمحراب داود المزعوم هذا قال علي بكعب فأتي به فقال أين ترى أن نجعل المصلى فقال إلى الصخرة فقال ضاهيت والله اليهودية يا كعب فاذا عمر يعلم أن كعب الأحبار ما زال مضاهيا لليهودية ومع ذلك يسمح له بهذه الانطلاقة في تهويد وتحريف الدين الإسلامي يقول وقد رأيتك وخلعك نعليك يقول أنا أم شفتك شلون انت تخلع نعليك وكذا يعني تتقدس المكان فقال أحببت أن أباشره بقدمي فقال قد رأيتك بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله قبلة مساجدنا صدورها اذهب إليك يعني الآن ولي روح زوتها انتهى المرة فإننا لم نؤمر بالصخرة طيب ما دمت يا عمر تعترف أننا لم نؤمر بالصخرة لماذا تهتم بشأنها أصلا إلا أن يقول قال إنه يقصد لم نؤمر بالتوجه في الصلاة إلى الصخرة وهنا أيضا يحاسب عمر بأنه وهل أمرنا في غير الصلاة بأن يكون للصخرة هذا شأن هذه شأن في عقيدتنا أو في ديننا فالأمر سواء إذا إذا لم يكن للصرخة اعتبار شرعي في دين المسلمين فلماذا تذهب إلى الصخرة أصلا لماذا تخرجها من المزبلة أصلا تركها على حالها قال فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة فجعل قبلته صدره ثم قام من مصلاة إلى كناسة قد كانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس في زمان بني إسرائيل فلما صار إليهم أبرزوا بعضها بعض الصخرة وتركوا سائرها وقال يا أيها الناس اصنعوا كما أصنع وجثى في أصلها وجثى في فرج من فروج قبائه أو قبائه وسمع التكبير من خلفه شنو معنى هذا؟ أنه عمر بنفسه ساهم في حملة التنظيف لإخراج الصخرة وإزالة ما تراكم عليها من القمامة هو بنفسه كان يجثو يحمل هذا في قبائه ويروح يرميه في مكان آخر مما يكشف عن حجم التقديس الذي يحمله عمر لهذه الصخرة بينما هو يفعل هكذا إذ سمع التكبير من ورائه سمع الله أكبر يقول وكان يكره سوء الرعة في كل شيء فقال ما هذا؟ يعني كان يكره سوء الأدب في كل شيء كأنه اعتبر أن أحدا يكبر من ورائه بهذه الطريقة وفي هذه اللحظات كأنه من سوء الرعاة من سوء الخلق أو من سوء الأدب أو من التهور أو أيا كان فقال ما هذا؟ ليش هذا التكبير؟ فقالوا كبر كعب وكبر الناس بتكبيره تكبير ليش؟ لأنه كعب الأحبار كبر وإحنا ندري أنت يا عمر مخلي لنا كعب الأحبار مفتي ومقتدى لنا وعالم ونمشي وراء ما دام كبر كعب إحنا نكبر ما دام صلى كعب نحن نصلي أي شيء اللي يقول كعب إحنا نسوي كبر كعب وكبر الناس بتكبيره فقال علي به فأتي به فقال يا أمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم نبي منذ خمسمائة سنة كعب الأحبار يقول لي عمر ترى أنا ما كبرت من فراغي يعني بس افتهم ليش كبرت وخليت الناس يكبرون لأنه الآن هذا اللي أنت تتصنع الآن وهو إظهار الصخرة وإزالة القمامة عنها هذا الأمر قد تنبأ به نبي منذ خمسمائة سنة لأنه الصخرة هذه للعلم كانت مخفية خمسمائة سنة للعلم يعني أنت الآن أظهرتها قال لي شلون قال وكيف قال إن الروم أغاروا على بني إسرائيل الروم نصارى أغاروا على بني إسرائيل اليهود فأديلوا عليهم فدفنوه يعني دفنوا هذا الموضع اللي فيه الصخرة المقدسة عند اليهود أديلوا عليهم أي انتصروا عليهم ثم أديلوا اليهود أو بنوا إسرائيل أديلوا من جديد فلم يفرغوا ما قدروا مرة أخرى يفرغون من إعادة الصخرة وإعادة الهيكل بعدين هاي الحقاق كلها راح تتكشف عمر بسببه أعيد الهيكل هيكل سليمان عليه السلام بحسب عقيدة اليهود طبعا الهيكل المزعوم عند اليهود يقول فلم يفرغوا يعني النصارى ما لحقوا أن يكملوا البناء ويكملوا التنظيف يعني هاي الأشياء كلها يرتبوا المكان ثم أديلت الروم مرة أخرى الروم جاءوا النصارى واستولوا على المكان إلى أن وليت إلى هذا يومك هذا الذي أنت توليت فيه الأمور خمسمائة سنة بيت المقدس خرابة الصخرة مزبلة والهيكل مفقود يقول فبعث الله نبيا على الكناسة فقال أبشري أورشليم عليك الفاروق ينقيك مما فيك يقول هذه البشارة النبوية اللي قبل خمسمائة سنة نطق بها نبي ما لا نعرف من هو أن الله أوحى إليه ضمن الآيات أبشري أورشليم عليك الفاروق ينقيك مما فيك أكو واحد اسمه فاروق رح يجي أبشري أورشليم أي القدس سينقيك مما فيك هاي الأوساخ اللي تجمع هنا من قبل النصارى رح يجي واحد اسمه فاروق وينقيك وبعث إلى القسطنطينية نبي فقام على تلها فقال يا قسطنطينية ما فعل أهلك ببيتي يعني تيتلو وحي من الله القسطنطينية باعتبار أنها كانت مركز النصارى وعاصمتهم آنذاك فكأن الله عز وجل بزعمهم بوحيه لذلك النبي المبعوث في القسطنطينية هذا واحد آخر كان يبدي غضبه على النصارى الذين فعلوا ما فعلوا ببيته أي ببيت المقدس قال يا قسطنطينية ما فعل أهلك ببيتي أخرجوه وشبهوك كعرشي وتأولوا علي فقد قضيت عليك أن أجعلك جلحاء يوما ما أجعلك مكانا خربا يوما ما لا يأوي إليك أحد ولا يستظل فيك على أيدي ولا يستظل فيك على أيدي بني القاذري سبأ وودان يقول فما أمسوا حتى ما بقي شيء ما بقي شيء من هذه الأوساخ ما أمسوا ذلك اليوم حتى عمرهم اجتهد أكثر بعد ما سمع هذا الشحن من كعب الأحبار أنه أنا متنبأ بيه وأنا بشرت بالأنبياء وعليك الفاروق وكذا يقول هذا اليوم ما أمسوا اشتغلوا كلهم عمر قال من كل يشتغل نظفوا المكان كل ما بقي شيء من هذه الأوساخ الطبر يتم فيقول وعن ربيعة الشامي بمثله بمثل هذا الخبر طريق آخر عن ربيعة الشامي أيضا روا هذا الكلام وزاد أتاك الفاروق في جندي المطيع ويدركون لأهلك بثأرك في الروم يعني هذه الرواية أخرى أن الوحي الذي نزل على ذلك النبي لم يكن فقط أبشري أورشليم عليك الفاروق ينقي ينقيك مما فيك بل له تتم وهو أتاك الفاروق في جندي المطيع ويدركون لأهلك بثأرك في الروم يعني بحسب زعم كعب الأحبار وما قذفه في قلب عمر والناس الموجودين الذين اندهشوا من هذا بحسب ما زعمه أن الله عز وجل قد أوحى إلى أنبيائه السابقين شأن الفاروق الفاروق الذي سيطهر بيت المقدس وينقيه أتاك الفاروق في جندي المطيع البقية هم كلهم راح يفرحون يتنفسون الصعداء احنا جند الله المطيع ما عمر بن الخطاب ويدركون لأهلك بثأرك في الروم هذا عمر هو الذي يرفع شعار يا لثارات الصخرة هو الذي أدرك الثأر من الروم في شأن هذه الصخرة المقدسة عند اليهود ترجمة نانسي قنقر